مرحبا، قبل ما أحكي لك قصة أبو نبيل أغى الأقطاعي مع جمال عبد الناصر بدي أقول لك أنه الإعلام البعسي والخطابات الإنشائية البعسية اللي رفاق كانوا يقولوها في المهرجانات والدراما التلفزيونية البعسية وخاصة الفترة الأولى من الإنتاج التلفزيوني المحلي كانت تظهر الأغى لأنه شخص حقير وواطي شغلته وعملته ليلة نهار أنه يعتدي على الفلاحين ويضربون أنه هو متحالف مع المغفر إذا يعتدي على فلاح أو يقدب فلاح بيجيبوه وبيحطوه بالمغفر وبيجيبوه بواريد بيحزموهن على رجليه بيرفعوه رجليه لفوق كنا نشوف رجلين الفلاح أمام الكاميرا يعني وشنا مع الإجرين وأنه عبيجلدوه هذه الصورة مو صحيحة بما أنه الأخطاعيين بشر ففيهون الطيب وفيهون العاطل وما بجوز أنت تقول أنه هذا كله جنس عاطل يعني جنس أخطاعي عاطل طبعاً البعثيين كان لهم أجندة يعني لهم هدف من هذا الشيء أنه يقولوا أنه نحن أمامناهن وكان تأميمنا لهم هو عين الصوب لأنه كل الناس يخلقوا حالة من الكراهية الشعبية ضدهم والناس والأخ والله منيح أنه أماموهن بدنا نبدأ الحكاية من أولاً أبو نبيل تأمم بعد ما تأمم عاد شي شهر زمان في الضيعة اللي هو فيها باع الأرض البقياني عنده اللي ما تأممهن وباع الدار وباع كل شي بيمتلكه من هيك شغلات مطرشقة وحطهم بجيبه وجاب عيلته أجوه عدليب اشتروا بحقهم دار في إدليب أبو نبيل أولاده كبروا في منوا راحوا على الإمارات في منوا راحوا على السعودية راحوا وصاروا يبعتوا له تحسنت أحواله لعشرة إداش واشترى سيارة بيكاب وصار كل يوم ينزل المساء على الأهوة في إدليب وصار أنه أصدقاء يعني معظم الناس الحلوين اللي بيمزح والبيضحك واللي بيحبوا التنكيت والمقالب وكذا كلهم صاروا صحابه لأبو نبيل تقول أنه طاولته صارت مركز استقطاب يعني وقت بيكون موجود وهو كريم يعني بيجوا بيقعدوا معه بيضيف شاي قهوة وممكن أحياناً يعزون بعض الناس على بيته وعلى العشرة وعلى كذا وأبو نبيل كان مثل كل الإخطاعيين اللي تأمموا بيكره جهتين جمال عبد الناصر والبعسيين ما يعبر يعني ما طول النهار بيقول أن هدول بيكره هون لأنه جمال عبد الناصر هو اللي اخترع فكرة التأميم اخترعه في مصر وطبقه في مصر ورجعه طبقه بسوريا حتى في وزير الاقتصاد تبعه نصحه قال له يا ريس لا تأمم أعمل ضريبة تصاعدية بدك أنت أموال مشان ما هو عساس دمول السد العالي ما معرفيش قال له بدك أموال تحسن تجيب وبواسطة ضريبة تصاعدية فعبد الناصر وافق وقال له عمل لي الدراسة بعدين اجي عبد الناصر وعمل حكي معمر قال له خيوة بطلنا لا بدنا نأمم وأمم في مصر واجي على سوريا أمم فيه كان معمل شغالات معامل في سوريا أممون والبعسيين أخذوا فكرة التأميم من جمال عبد الناصر وبلشوا يخطبوا أنه الأرض لمن يعمل بها والمعامل للعمال والأرض للفلاحين والأخطاع البغيض الأخطاع الغاشم الأخطاع الذي يستغل ويقطع يعني هاي البروبوغاندا اللي سمعنا فيها المهم على أبو نبيل أبو نبيل يجي مسوية كل يوم على الأهوة بيقعد في الأهوة وبيمضي السهرة وخاصة إدلب أجواء حلوة التقس المناخ رائع جدا خاصة في الربيع والصيف والخريف ثلاثة فصول رائعة بيقعدوا بالأهوة جوا وفيه جو اجتماعي لكن الجو في الفصول الأخرى هو أجمل بكثير أبو نبيل مثل ما قالنا أنه هو شخص هو محب هو بحب للآخرين يعني هو إذا كان بكره عبد الناصر ما بكره الناس الناصريين ففيه كثير كان بالشلة تبعيد أبو نبيل ناس ناصريين أهلين أغاء أهلين أبو فلان أهلين كذا عرف شلون يعني ما في بيناتهم أي حزازية أو كراهية بيعتبر هو بينه وبين نفسه أنه هذول الناس يعني غشب أشوع بيحببكم بواحد ما نسوري ولا بنعرفه وغير محلو وقجه وعمل عنا خربنا المعامل بيعتبر هذول الناس ناس يعني على باب الله وبنفس الوقت ما بكره البعسيين خاصة في إدلب البعسيين الموجودين أنه كمان ناس درويش يعني مو هذول الناس اللي كلامهم يعني ماشي في القيادة القطرية ممكن إذا هذول البعسيين تبع إدلب راح وقفوا عمام القيادة القطرية ممكن يضربوهم بال بينربيش المي يبخوا عليهم مي أو يضربوهم بالكمر ونقلعوا من هنا شو ناقصنا نحن رفاق ما رفاق يروع عنا يا روع عن طيزنا هنا رفاق يعني هنه أبو نبيل فهمان القصة أنه الناس هذول ناس طيبين نرويش هون بقى من نجي للنقطة المركزية في هذه الحكاية أنه يوم أجا أبو نبيل وكان شرب أرقيلة وكتير كتير يتفنى صانع القهوة أنه يعمل له نفس عجم تمباك عجمي ويضبط له لأنه أبو نبيل يبخشش والقرصون يعرف زبون الدسم الذي يعطيه يعرفون القرصون يأتي ويضبط له فيوم من الأيام يضبط له أرقيلته ويضب له كاس الشاي أول أطفة لأنه في القهوة بعد ما يغلوا أول أطفة يصير عليها غلي ويبتع التقوى يصير طعن تمو طيب لا أبو نبيل يجيبوله أول أطفة لأنه قلت لك القرصون بدلله حطوا له الشاي وحطوا له الأرقيلة سحبت سحبتين ثلاثة طلّ هيك لقدام لقى واحد ما بيعرف إشو حكوا معه غوطا أو صفرا نحن عندنا بيقول صفرا يعني بمعنى أغمية عليه أبو نبيل هو الوحيد اللي في القهوة معه بيكاب ما أنه نحن أولاده بعتوله ويش سرى بيكاب يا أبو نبيل قال له من أمركن ترك الأرقيلة وترك كاس الشاي وركض وشالوا الزلمة حطوه بالسيارة وركض ساق فيه وهو من الناصريين يعني هذا اللي وقع وصلوا على المستشفى المستشفى قريب كثير على القهوة نزلوا على الأيناي المشددة حطوه ضل واقف يعني الرجل شوف أخلاقه كويسة ضل واقف لأسعفه ونزلوا وطلق ركب معه بدأ وديه على البيت قال له ولا ما ترجع أو أنت هلأ وقعت وكذا أي شو القصة هو ماشي هو وياب السيارة قال له ليش ما لك خبر قال له لا والله قال له ما تجمال عبد الناصر هلأ أجاني خبر أنا وأغمي علي أبو نبيل أشفق على الرجل أنه يعني كان ممكن تروح فيها يعني مات عبد الناصر خيو الله يرحم وهيك قال له هو بس أنت كان لازم ما يصير معك يعني شو يعني إلا أنت لو أجتك جلطة ورحت فيها أو جلطة دماغية ورحت انشليت مثلا يعني عبد الناصر ولا الناصر يقول اش بحسنوا يعملولك اش بقدمولك يا رجل طويل بالبالك كبر عقلك المهم موصلوا على البيت أبو نبيل لسه على نفسه بالأرقلة ويعني مفتوحة نفسه على الأرقلة فرجع القهوة صف البكاب براء ودخل وقعد سلام عليكم القهوة عطول مليانة يعني ما بصير تفضى وخاصة هذا أيام خريف إيلول 28 إيلول 1970 هاي وقت المات عبد الناصر فاجتمعوا حواليك موحم اللي بيعرفوه ما عرفو وطلبوا شاي والقرصوه رجع عمر له الأرقلة وزبطها من جديد وجب له كاسة شاي كمان أول أطفة وأخيه رندج أبو نبيل ما شافوا له داخل واحد السلام عليكم طبعا هو طاولته في عليها استقطاب رأسا الجهاد قال له أنا متوجيت على الأهوة يا أبو نبيل ما لقيتك وين اليوم ما لك بالعادة تغيب قال له ليش مو بتعرف أنه فلان صار معه هيك وأخذناه عن المستشفى وأسعفته بعدما وصلته على البيت هلأ أرجعت لسه قال له ليش صار معه هيك أشفي يقل له مو عبيقوله ميت جمال عبد ناصر قال له جمال عبد ناصر مات قال له يقل له آه طبو رقدوا يا أبو نبيل شي سحبوا لزلمة وشالوا وضعوا له يا أبو نبيل أخذوا أبو نبيل على المستشفى ورجع طبعا أسعف هو وضعه على البيت نفس السيناريو المهم جواحة الثالث بعدما رجعت تجددت الجلسة وأخذوا أسعف وحلف يمين ما بقى يرجع على الأهوة اليوم ممكن تفكر أنت أنه القصة انتهت لا هي ما انتهت في إلى أفلة أحلم اللي صار أنه أبو نبيل قال ما وقب يرجع على القهوة راح على البيت أبو نبيل إنسانة كثير يعني هي و هي صحبها وجوزة يعني ما ممكن تحط راسها وتنام وهو لسا عبره فبتظل سهرانة اللي يجي حتى لو غفلت كذا بترجع بتفي أهلا أبو نبيل أو بإسمه يعني بتصح له وبتبلش بقى إذا فيه شغلات بده بده قبل أنه ممكن يتعشها ممكن يأكل عنبيات ممكن يأكل تينات ممكن يعني بهذا الشكل أنه قبل ما ينام فإجا أبو نبيل وعب يتزمر قال لي أشو هالنهار الكئيب النهار المعت اللي مضينا أشو هالسهرة لك الله وكيلك الأرقيلة ثلاثة أربع مرات أعمل هيك يعني قلت له أشو صار قال لي تصوري ثلاثة أربع أنا أخذتهم عن مستشفى وأسعفتهم ورجعتهم عبيوتهم أشو هالنهار قالت له أشو فيه لك قال لي هذا ليس مات جمال عبد ناصر قال لي يوه قال لي يوه هين علي الطلاق ما بسافك علي الطلاق منك بالثلاثة إذا بتغوطني أو بصفرني ما بسافك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر